نشوف أمثلة على الحالة الثالثة وهي لما تكون الإجابة بتاعتي أو الناتج التعويب بتاعي هو كمية غير معينة لو قال لي لمدة X تربية ناقص 4 على X ناقص 2 لما X تقول إلى A 2 يبقى أنا بشوف نهاية هذه الدلة عند X ب2 أعوض عن كل X ب2 هيبقى 2 لكل تربية ب4 ناقص 4 على 2 ناقص 2 يبقى 0 على 0 كمية غير معينة أو غير A محددة طيب أقدر حكم عليها لها نهاية أو لها نهاية؟ لأ ما أقدرش أحكم عليها لازم أعمل خطوة إضافية كمان هنشوفها قدام شوية المثال اللي بعد كده لمدة 1 ناقص جزر X على X ناقص 1 لما X تقولك كام للواحد يبقى النقطة اللي بشوف عندنا هي X ب1 هعوض عن كل X ب1 هيبقى 1 ناقص جزر 1 على 1 ناقص 1 طبعا معروف إن جزر 1 ب1 يبقى البسطة هيصور صفر والمقام هيصور صفر كمية غير معينة ما أقدرش أحكم في نهاية ولا ما فيش نهاية لازم أعمل خطوة إضافية هنشوف قدام إزاي ايه أو ايه هي الخطوة الإضافية دي limit X تربيع ناقص 5 X زائد 4 على X ناقص 4 فين عند X سأقول إلى مال نهاية يعني مال X قيمتها تروح لمال نهاية الدلة دي ليه نهاية ولا مال نهاية؟ نشوف هعوض عن كل X بمال نهاية لو عوضت هيبقى البسط مال نهاية تربيع ناقص 5 في مال نهاية زائد 4 على X اللي هي بمال نهاية ناقص 4 طبعا مال نهاية ده عدد كبير جدا جدا لما أطرح منه 4 أو أجمع منه عدد فتفضل بمال نهاية يبقى المقام هيبقى بمال نهاية طيب المال نهاية لما أضربها في 5 تفضل بمال نهاية أجمع عليه 4 تفضل بمال نهاية مال تربيع بمال نهاية يبقى النتج بيسوي مال نهاية على مال نهاية على ما لنا هي كمية غير معينة. كمية غير معينة. طب هنا ادراحكم في نهاية ولا ما فيش نهاية? لا ما اقدرش احكم. لازم اعمل خطوة اضافية زيادة. ايه الخطوة الاضافية الزيادة دي? مجموعة من الاجراء. اول اجراء ازا كان ازا امكان ازا امكان تحليل البسط والمقام. لو كان فيه امكانية ان انا احلل البسط واحل المقام. وبعدين اختصر. وبعدين اعود. يبقى ثلاث خطوات. اول خطوة التحليل. بعد كده اشوف ايه اللي يختصر في البسط مع المقام ثم التعويض. طب هو من اللي قالك انه فيه اختصار? لا اكيد فيه اختصار. ليه? لان طالما البسط اداني صفر والمقام اداني صفر. يبقى اكيد فيه قيمة بتخلي البسط والمقام بيسوى صف. هقدر اختصرهم مع بعض. نشوف امثلة على الكلام ده. لو قال لي اكس تربيع. اكس تربيع زائد اكس تربيع ناقص اكس ناقص 12 على اكس زائد 3. لما الاكس تروح للسالب 3. يبقى دي الدلة بتاعتك وده العدد. نعوض عن اكس بسالب 3. يبقى رباحة تبقى تسعة. سالب 3 في سالب يبقى موجة ب 3 ناقص 12. تحت سالب 3 زائد 3. هيبقى البسط بصفر والمقام بصفر دي كمية بكتب كده كمية غير معينة. تب اعمل ايه? هل البسط يتحلل? اه. يتحلل ل اكس زائد 3 في اكس ناقص 4. تب المقام يتحلل? لا ما يتحللش. ليه ما يتحللش? لان هو من الدرجة الاولى. لما الاكس تقول لسالب 3. اشيل ده مع ده. هيتفضل لي لمت اكس ناقص 4. لما الاكس تسوي سالب 3. اعوض عن اكس بنائص 3 هيبقى نائص 3 ناقص 4. يبقى ناتج بيتسوي سالب كام? 9. عدد حقيقي يبقى يتدلد اهيه لها نهاية وبتسوي سالب 7 عند الاكس بتسوي سالب 3. عايز اقول لكم حاجة ملاحظة مع بعض. مجرد ما عوضت عن اكس بسالب 3 يبقى كلمة لمت مش موجودة. كلمة لمت اللي هنا راحت. لما رجعت تاني وكتبت اكس تلجع للمت. طول ما في اكس طول ما في للمت. لكن اشيل اكس واعوض عنها هيبقى الليمت تروح. مثال تانج. للمت اتدل اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد واحد على المقام دول لما الاكس اقول لواحد. لو عوضت عوضت مباشر هليقى البسط بصفر والمقام بصفر. كمية غير معينة. اعمل ايه? احلل البسط واحلل المقام. البسط ده لما يتحلل ب اكس ناقص واحد في اكس ناقص واحد. والمقام ادى اكس ناقص واحد زي ما هي ده من الدرجة التانية يتحلل ل اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد. القوس ده هيروح مع ده. وده هيروح مع ده. يتفضلك مين? يتفضلك في البسط واحد وفي المقام اكس زائد اثنين. دلوقتي بقى عوض لان ما عادش فيه اختصار. هقعد عن اكس بواحد اصبحت واحد على تدعاية حقيقي يبقى الدلة دي لها نهاية بتسوي تولد عند مين? عند الواحد.